السلام عليكم اليوم بجاوكم مقطع جديد اليوم بجاوكم مقطع من كروه جديد قبل كل شيء كل عام انتم بخير بعد الزحمة يعني ساحب 10 ايام 11 ايام انا اعتذر صراحة ما كنت فاضي ابدا كنت ادخل السيرفر اقعد شوي كذا واطلع لكن تمشغل الفترة الماضية تمشغل يعني هذا عذر يعني عموة مقطع اليوم راح يكون بنسوي شيئين باذن الله انا بتعجبكم راح نسوي الفارم الخاصة بالجزر راح نجيب قرويين وكل شيء ووريكم اشياء كثير صارت الف الكواليس قبل كل شيء راح بالعضاء جدد نورين يا شباب اللي ادخلو بير اتود ريل وكلاود وسيئن في اصلا نورين جميعا مشارككم تبدعون ومبدعين اصلا يعني ذا الفترة اللي انا ما سويت بي اشيء ما شاء الله تبارك الله يعني ما بغا تقول عثوا في الارض فسادة لا عثوا في الارض ورودن المهم بخليكم مع الاقطات اتوقع الاغلب شايفها بس بختصر منها شيء كثير اللي هي ترحيب بالشباب وبعدها الفايت اللي كان في الارين الخاصة بسويت في وياتوا الراجع لكم بعد ما تخلص الاخطات سلام عليكم هلو الله شباك حالكم يا أخوك ريا أسم زد اليوم عندنا خبر مهم جدا 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 خمس أعضاء جدد انضموا الينا في سيرفر ماينكرو اهلا وسهلا يا شباب يا الله يا الله يا الله ترتيج ترتيج أول شيء اهلا وسهلا ريال كيف حالك يا سيرفر وانا متكسل فيه تصليم خرافية وشغل مرتب في سيرفر اهلا وسهلا ليش ورودر ايان خد خد كروكوين يا حبيبي لا لا بس أول يوم دليهم بس حياك الله يا فيصل الله هيك اهلا وسهلا حياك الله اهلا وسهلا حياك الله اهلا وسهلا اهلا 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 رب العالمين بينضمون معنا ان شاء الله بتشعون ابداع خرافية قنوات بإذن الله بتحصلونها في الدسكريبشن يال في جازال لي فوز ولا في جالب ربطالة ادخل في جازال على نهايه على طول على النهايه اهلا يا ساعتر النهايه على طول لي فوز على كيف حطت قانون السبيت عندك الموضوع على الرصوص ربع ربع نهايه على طول أعزائي المتابعين، حياكم الله فيه للبي في بي مع أتود، أكلاود، بير، وريل، وفيصل الله أكبر الفائز سيدخل في بطولة البي في بي السيرفر ماني كرو و سيدخل الرمع النهايي على طول يعني الجائزة تعتبر أكبر جائزة في السيرفر فري فورو نعم، لا، يدنا الملتحي، يدنا الملتحي، يدنا الملتحي، الليموت رح يطلع على طول 3، 2، 1، بايت داً أيها بالتجر注 من أكثر أني جبت بوع من في بالشنطة .. رجال خلت بين بيروين لا معلوم السبيب على تمام أنت تبدأ بيصل مشعل بيصل مشعل غير رايب بيصل على رين هاي هاي يا حدي يا حدي يا حدي يلا يلا دهاي بيصل بيصل يا حبي يلا 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 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ماذا دخل سيف دايموند؟ ياه! مين جاء بسيف دايموند؟ اللي قتلني! اللي قتلني بسيف دايموند! لا! ادفع لي 20 كروكوين! انا! اليابي روس حفل العضاء الجند على السوم! انا اعلمكم بشكل مجرد جائعيان! الشاشة عندي كانت تباية ذوشوت! ما كنت تعرف! طيب! بعد ما شفتوا اللقطات راح نوريكم وشتوينه هنا بالضبط! مثل ما تشوفون! تشوفون هذا الشيء؟ هذا وين جاء؟ انا حطيت البونويل بغطية طيبة! على بالي ما يبوه! اوكي! اتشجابك! بس هذا من راح نسفيد منه إن شاء الله! تشوفون ترقيل اللي هنا؟ انا حاليا! اوكي! يبونرقدون! طيب! حتى في واحد داخل مكاني! ومكسر! وما رقع الموضوع يعني! طيب رقع! الله يسعد! كما بدري من انت! بس رقع الموضوع طيب! يعني! حط! بس ديرت! ما يبغى لشي! ما ما يستحي ذا! ما يستحي! في لفة البسيطة اللي راح نروح سبون! نشوف من شارة! من ما شارة! أغلبكم يمل منها! اعتدر! انت شتبي! خلاص! خلاص! خلاص يا ابني! خلاص! خلاص! ارتحت! لازم نعبي هذه! لازم نعبي هذه! يشوف مين قاعد! يكتب كومنتات بإذن الله! بإذن الله! يا ربني ما انسى يا رب! مثل ما تشوفون مكاتب ذياب! هذا بيت ذياب! هلين قلت منه! هتشوفون هنا! خذيت من ذياب! قرويين! اثنين! زوجتم هنا! مثل ما تشوفوهم! الهدد جداً طيب! الحمد الله! حتى في غولم! وين غولم مين! هاي! والله كان عندي ثلاثة! إن هذا واحد! كان باقي اثنين! وين راحه! تسوي دسبون وليش! يعني هذا المكان أصلاً مفروض يتغير! أو هذا! هذا المكان! مفروض إنه يتغير وروح مكان ثاني! لكن! لأنه هنا بأسوي السوق الشعبي! اوكي! بس حالياً وش نحتاج؟ نحتاج أربعة قرويين! من هذول! لأنه أربعة ولا خمسة! هتوقع أربعة وخمس! قرويين! راح نحتاجهم عشان نسوي الفارم حقتنا! ما قصر ذياب! يعني سباح لنا! حتى قال لي! ليش بتاخذ أكثر من ذنين! كفوني! كفوني! ووفوا! حطت له مسرة! ضبطت الوضع! وخلونا نرقع الموضوع هنا! أني منكر صراحة من الشكل! حلوي! طيب! احتاج مكان تسوي فيه هذا الشي! لما أنا ما عندي مكان هنا! بس! قاد أبكر! أني غطي البحيرة هذه! حيث أني يكون هنا المزرعة حقتي! حقتي! قاد أبكر أني هنا تكون المزرعة حقتي! بس! ما أدري! يعني! حس المكان ضيق! يعني! يحس أني يحتاج توسع أكثر من كذا! هذا المكان! زي ما قلتكم! راح يكون الأكواريوم! بإذن الله! اللي هو حوض كبير! فيه الحيوانات والموبز! بس! يبغال وقت! جداً طويل! لأن هذا الشيء! بالنسبة لي صعب! صراحة! يبغالي تخطيط! كيف أتمم هذا الشيء! لأني راح! أدخل هذا الشيء هنا! ويكون! من بعد! الأمونغاس هذه! من ضمن! المربع! أو من ضمن! نرى الآن الجزر اللي معنا! أتوقع أنه في سبون! يحتاجون مرة كثير! من الجزر هذا! بس! ما عبيت الاتجست واحد! مثل ما تشاهدون هنا باقي! يعني! هنا عندنا جزر! جمعت! أفكت! مرة كثير! فترة اللي راح تكلام أفك! في القولد فارم! عشان تجمع القولد! لأن القولد فارم! أحتاجها مرة مرة مرة! وحتى البنك! سحبنا عليه! ما أدري كذا! لازم نروح إلى سبون! نرى محلاتنا! وش صار عليها وش ما صار عليها! يا ربني ما أحرقها لحد! أنا ما أبغى أحرق! قد يساويون شغل كثير! وما دي همز! أتنزلوا على المقطوة! فمثل ما تشاهدون! هنا عندنا أربع كرو كوين! حلوة! استكامل الأصفر! هذا ما نوخذ منه ولا شي! أوكي! عشرة! هذا كريم بزيادة ولا ليش! يعني مفروض! هنا! واحد! أنا كم حاطة سير! ثنية ثلاثين ون كرو كوين! طيب! إن هنا! واحد! ثلاثة! أربعة! خمسة! أزايد خمسة! أوكي! حلو! إن هذه! والله مرة حلوة! والله مرة حلوة! الأخضر في الضوء! يا ساتر! حلوين! نجي عند الجزر! إن شاء الله ندافع هنا إن شاء الله! أحنا بغى أشوف كم! إن هنا مفروض إنه تسعة كرو كوين! ستة وحدة! هنا كم! أبو! أبو! كم ذولي! هذي حق التشست واحد! أو بلل واحد! هنا ستة! سبعة! يعني ناقص ثنتين! أوكي! نشوف التشست الخير! ما في ولا شي! مفروض إنه في تسعة! كم قلنا قمي شوي! أتوقع إنه كان ناقصها ثنين كرو كوين! سنشوف هذا التشست! تسعة! تسعة وتسعة 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 سبعة وشرين! وأنا كان معي كم! غربتها بس! أتوقع إنه ناقص كرو كوين واحدة! أو ثنتين! بس نمشي يا شباب! نمشي! نمشي! ملينا إنه نمشي! بس نمشي هالمرة! طيب! نأخذ الجزر! نعبي هنا! فعبينا الحين التشست! واحد! فقط! لا غير! ولازم نعبي هذا الأشياء! فشوية تراجعين! بس بنعبي على السريع كذي! عشان ما نطول عليكم! ونخلص من هذا المحل! لإني أنا ما أبغى صراحة أني عبي! لإني ما أصدقت! لا الله! لن أحد يشتري يعني! الأمانة! بما أننا جئنا هنا! في هذه! والله إني ما أدري صراحة ما أمسويها الأمانة! بس مكتوب هابي إيد! أتوقع أنها هدايا أو شيء زي كذا! خلنا نشوف! مكتوب إيدكم! مباركوها لأبيكم! فكرة الله! أنك تجي عند الدروبر! تقدر من خلالها تأخذ هدية! تكون كل عام وأنت بخير! وأنت بخير! صحة وسلامة! يا صاحب الهدية! خلنا نشوف هديتنا! ها؟ إيد سايد! خلنشوف في الكراكوين! يا ساتر! ما شالله! ما شالله! ما شالله! ما شالله! ما شالله! يا ساتر! والله شكرني يا صاحب الهدية! توقعنا ذياب والله أنا ما أدري! طيب جئنا هنا! هذه ما كسرناها بمرة اللي راحت! لكن نفطرنا حين نكسرها! والأغلب قاعدين يأخذون بلوكة دايموند! فكرة جايب الفورشن هنا! عشان نشوف حظي! يعني بلوكة واحدة كم طلع لي! بسم الله! حباه! لحظي ما أخذ بلوكة يا رجال! يا أبوه! شوف حظي كيف يصير كده! والله مشكلة! طيب جئنا عند المحل! ناخذ الشالكر! ونعبي الأماكن حقته! وثنين وثلاثين! كذا عبيناه كامل! اللهم لك الحمد! حتى الشالكر هذا! ودي أخليه كذا شكل! لازم نروح هنا نشوف بعد! لأن معي راس الفيلجر هذا! أمبلويد! إذا بحثت بسبت إنه! نحاش ما دي شون نحاش! من مكانه! فالفارم اللي سويت هذه الصغيرة! فعل الأسف! إنه ما فيه! حاليا وش بنسوي! بنجهز أغراض! الفارم حقة القرويين هذي! اللي يزلوا عن فيه على الجزر! وهذا الأشياء! وبإذن الله بنرجع لكم! كسرت! مثل ما تشوفون! وزينت المكان! باللقطة اللي قدامكم! حاليا وش بنسوي! بنحوط المكان هذا! عشان يبيلنا أن هذا! أو من هذا المكان! يبدأ مثلا! الشي اللي يبغاه هنا! اللي هو! نحط هذه في النص! ونسوي كده! ثلاثين! أتوقع ما تكفي! ستين! إن شاء الله أنه تكفي! والله ما أدري! هل بتكفي ولا لا! لكن! دعونا نبدأ من هنا! نكسر هذا الشي! ونحوطه من هذا المكان! ويبدأ! الفنس من هنا! أوكي! ترقيع وضح! وانا قوش صوت! صار هذا! والله! أشعر أنه ممكفي! بس إن شاء الله أنه يكفي! إن شاء الله! أنا أريد أكبر أكثر من كده! بس! دعونا الأطراف! الأطراف هذه بتكون بدون فنس! عشان الفنس أصلاً ما يكفي! فنضطر إن نسوي! سنقول من هنا! أرقاد توصفرس! وأرقاد ماكبس! بس! نحس المسؤولية! تشوفه من أمين وانت لا! أنا أتوقع إن هذا المكان اللي بسوي فيه! بس من نفس الوقت! يبغى لنا مكان أكبر! يعني يبغى لنا نغطي هذا المكان كامل! بالديرت! وأنا نطوله بزيادة! الله ما أدري كيف يكون! لكن! ما في القولم؟ وان رايح يساتر! هذا بعد! وأنا أقول وين مختفين! أوكي! كذا أفكر إن أرقى هذا المكان كذلك! والله! مساحة مرة كبيرة! يعني تسعة 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 تسعة! حوالي 36 بلوك! أقول! شوية أتراجع لكم! بسكر هذا المكان كامل! بيكون مكان ملك لي! يعني من هنا! بأكملة سيدة إليه هنا! بعدين بسكرها إليه هنا! فنبدأ من هنا! ونضيف الديرت! ما ديش فيه مقلتش كذلك! بس أوكي! فهمت الفكرة أمشي! فشوية أتراجع لكم! بعد ما أرقى المكان! ويكون مكان حلو! نقدر نبني فيه! حاليا! لازم نعرف الأبعاد! حقة المكان! اللي نفيه حاليا! لأنه مرقع! زي كذا يعني! لينا! كذلك! ما تشوفون! غطيت تغطية! أبو كلب! لأنه ما معي ديرت! كمية كبيرة صراحة! فطريت نسو كذا! حلوين! نطرحين! نشيل كبستون هذا! أو ستون! وبكذا خلصنا! 1, 2, 3, 4, 5, 20! 1, 2, 2, 3, 4, 25, 26, 27! 27! يعني نص 14! 14! هذا النص! 1, 2, 3, 4! حلو! هذه في النص 14! وهذه 14! 3, 4, 5, 14! بالضبط! مقاسات مضبوطة مرة! بس هذه نظر أن نلفها شوي! ما أدري كيف يزويها! طيب! حالياً نحتاج أن نكون نازلين على تحت! يعني أن نحفظنا أن هذا النص! فبنضطر ننزل على تحت! عشان نحط الأغراض حقتنا! أوكي! معنا هذا! حلو! كم نزلنا! أتوقع أن نحتاج أن ننزل خمس بلوكات! يعني نحسبها كذا! 1, 2, 3, 4, 5! وهذا السادس! فنزلنا بزيادة! حلو! يعني نرفع واحدة! زي كذا! وندبل الجستات هنا! نحشد تلك الأورو! ونحصة على هذا الإنت تف Bang・V وفذ وحيمة ما جيد! ونحصل إلى الإنت تلك voultre 4k. ثم توقف جديدة. وإنت توقف جديد! حان يجري إلى الأمر تلك ختم جديدة! أوكي! سنفتح فيه أمر من الواحد! nào! وينطل في الصفقة! فل suisksam! في هاجل في الصفقة هنطل lynكمقة بجوز! فالأمر هذا الوضوء! ثالث لا تظهر بقعًا! كذا خلصنا المكان من فوق ومن تحت مثل ما تشوفون نغطي هذا بالديرت ونغطي هذا بالديرت ونغطي هذا بالديرت هذه الأبعاد واضحة لنا ابعدنا هنا بلوكة من كل مكان وخلصنا الآن نظرنا ناخذ الشالكر هذا ونبدأ العملية حقتنا طيب الحير جاءنا لكم في يوم ثاني سوينا شغلة بسيطة ما أدري سميها بسيطة ولا لا لكن ستقول خلونا نسوي هو ناخذ حبة ايرون وناخذ ثاني من هنا ونسوي لنا هو اني مليت وانا كل شوي أضغط وخلص يخلص يخلص من الحالة خلاص استولك واحد ايرون ولا شي زي كذا وانت هنا يعني اهو شي ناخذ الجزر كامل عشان نزرع في هذا المكان خمس ثقات خلصنا من الأول الحين نروح للمكان الثاني وسوي فيه نفس الطريقة باللهو من كل جهة توصل تسع بلوكات يكون البداية من هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة فأنا حددت المكان كامل سوي زي كذا ولو تروح من هنا تحسب هذي بلوكة الأخيرة الين هذي بتطلع لك تسعة وهنا تسعة ويلين ترجع تسعة فسويتها من كل الجهات من كل جنب هبر يعني هذا من اليمين الويسار تبدأ تسع بلوكات وهذا من اليمين الويسار تبدأ تسع بلوكات فإن شاء الله لكم فهمتوا مدري أنا حطيتها في المقطع ويبلغ صورتها أتوقع أنني سويتها خلف كواليز وش سويت هنا حطيت لي البكت مويا أتوقع أني حطيت لكم الأقطع في البلاي مود ونحط بكت مويا فوق سلاب في نفس الوقت تكون مصدر للزرع هذا وفوق الهذا الوالله مادش اسمه ذا صراحة ننسيتش اسمه خذ نشوف ما أدري مادش اسمه يعني ما أبغى أهبت وفوق الفروغ لايت من باب أن يكون فيه إضاءة عشان تنور المكان وما ينرسم نوحوش ماده هو يرسم الوحوش أصلا فوق الزرع بس عموما هو كذا يعني لازم أنك تحط إضاءة فوق هذا المكان زرعي للمكان كامل مثل ما تشوفون سوء إنه هو جديد يعني وهنا نحط هذا الشي عشان بس لا 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 نسيت نسيت أني أخذ تحت نسيت والله نسيت صفرك يا ربي وأتوب إليه هات أغراضي هات أغراضي اللي أخذ بيسي أوكي نأخذ السلابز من هنا ويسوي الحركة حقتنا أو شي أصبره نأخذ السلابز ونأخذ البلوكات نسينا البلوكات وش بنسوي حاليا نجيب السلابز اللي معنا نحط من كل جهة زي كذا حلو هذا يشيلها وبتطيح آخر شي تحت عارف داري داري جاي معي بلوكات إن شاء الله نتكفي إن شاء الله نجيب البلوكات هذه نبني بلوكتين زي كذا ونوصل إلي نهاية المكان وبعده بلوكة يعني زي كذا خلص المكان من هنا تسبب بلوكات ونكرش من السيرفر 17 مرة يعني نكرشنا وعاد مجديد حلو نبدأ نبني زي كذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة حلوين من كل جهة راح نسوي نفس الطريقة إيش في خلاص يا أخي خيرا أخيرا سوين الشي هذا بدون ما يطفنت أو بدون ما يكرش المستئرر راح نحط بلوكة زي كذا ونغطي المكان كامل كامل أو نغطي المربع كامل فنوصل هذه الأشياء مع بعض لكن لازم تنزل بلوكة وممتنزل بلوكة تاخذ النص اللي تحت هذا الفكرة راح نرقى زي كذا واحد أو شي ناخذ الشي اللي نبغاه هذا الشي صح حتى الشي الثاني ما خذيناه ناخذ الريلز وناخذ هذا الشي اللي هنا فنبني زي ما قلنا نرقى فوق هذا الشي فوق الهبر هذه بلوكة الأولى ثانية الثالثة الرابعة الخامسة وبعدها نحط هذا الشي هذا الشي راح يمنع الصوايق أنها تجي للفليجر اللي راح يكونون في هذا المكان أو الفليجر الوحيد اللي راح يكون في هذا المكان وضيفته أنه ياخذ من الفليجرز اللي هنا اللي من هذه الأماكن الأربعة بيوصلها للهبرز والهبرز يوصلون هنا للتشستات وبكذا يكون عندنا عملية زراعة لا نهائية تقريبا فنبدأ نحط هذه الأشياء خلونا نرقى من هنا أفضل نحط واحد ثنين ثلاثة أربعة ليش الأربعة هذولي عشان ما يتحرك القرواب من مكانه حاليا معنا كل شي نبغى فالفكرة أني أسوي ترابدور ليش يسوي ترابدور لأن ترابدور ما يقدر الفليجرز يدخل منه فنضطر أننا الحين نجيب الكرافتينج ونسوي لنا ترابدور زي كذا من باب لنا أيش يكون الفليجر على طول يدخل هذا المكان فهمتوا من جوة يعني فنضطر أن نسوي أنا مودي أخرب المكان بس خلونا ندخل من هنا نحط هذه زي كذا وكذا ما يقدر يطلع حلو هل يقدر يدخل؟ أوكي والله دخل واحد والله دخل واحد حلو 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 سوي أنا طريقة ما أحسب نحسابها والله والله أنا ما أحسبت حسابها والله بس حين كيف نرفع على فوق هذه المشكلة طيب خلو نسوي لطريق عشان يرقى فوق هذا المكان زي كذا وزي كذا نوصله إلي هذا المكان فحاليا معنا الريلز بس أنا أشوف أن هذا يكون نحط دير جنبه ويكون أورد بدال ما يكون يعني ما يسبب أي طاقة لازم يجي واحد في طاقة شوي والله ما أدري هل هذا صح ولا لا لكن بشكل لازم لازم أسوي هذا الشي نفسه والله ما أدري خلي دير على طول كذا ووصل يب كذا بيكون أفضل باب إنه يكون على طول يروح يسار وهنا تحط الريلز الأخير بيكون راقي على فوق وبكذا يكون نازل على تحت فاللي أسوي هنا أنا أجيب الكارت وأحط الكارت هنا طيب روح هنا أركب ممكن الكارت هذه تعبانة أصفر أصفر أصفره حلو بدا ينزي كذا مشكلة أنا أبغى أطلع طيب ها ها لا 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 ما حسبت حساب أنك تقدرت طلع من هنا تكفاء ممكن ترجع أيوه أيوه هذا إيش والله لو حل ما أصار كذا يا شيخ أشكرك والله إني أشكرك اختصر لي كل موضوع قبل تبغى أن أروح كذا أنا أجيك لين عندك اللهي شكرا اللهي يسعدك يا شيخ قاعد أفكر كيف أصل أبدا ما أخرب هذا وجاك باردا برده شوالي اللي أبغى بالضبط شكرا يا أخي أخي شكرا يا أخي ما يقدر يطلع إلى شي ممتاز ممتاز كذا خلصنا أول واحد اللهم لك الحمد الثانين عاد حب حب يبغلنا طريقة عشان ما يتعدون هذا المكان فلازم نسوي طريق كسر من هنا بلوكة ورجعها يكون هنا الأطراف ما يبدي يدخل معها هذا اللي هناك راح في واحد حلو فأنا نبغى هنا نحط فيها ديرت عشان ما يروح المكان الثاني هذا جاهز أن يجي بس أني أبغى مهد للطريق حيثنا وشو قنقل الكارت هنا حلو ما ماشي زي كذا ما ماشي زي كذا راقية زي كذا وهنا نحط بوورد عشان تكون أسرع شوي واحدة عادية بلوكة راقية نحط هنا راقية بعد يكون زي كذا وهنا ندبل يكون زي كذا هذه صاحبة المشكلة أصبروا أنا جاني أرور شوي ثواني أنا أود أن نوصلها بحيث أن يكون على راقية كلها خلونا نرقى من هنا أوكي يعني هذه تكون كذا وهذه تكون كذا حلو زي كذا وهذه زي كذا حلوين حلوين هنا نوصلها بحيث أن تكون على لفه وهذه تكملها وتكون كذا ما شاء الله ما شاء الله يلا يلا حاليا لازم يركب الكارت هو ما يقدر يطلع من هنا معقولة خلونا نجهز الكارت اركب اركب بلا في شكلك اركب شفوا له واحد يبغى يركب حلو خيره سويناها طيب ويبغى يدخل مع هنا فندفه ندفه ندفه اركب اركب حلو ركب فوق بسرعة طيب نجي مع هنا نرقع المكان شوي يلا يلا تكفى 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 اوه اوكي 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 طبط طبط يوم حمدالله طيب حاليا لازم نسوي شي انه نلف هذا يكون منذ الجهة حلو بعدين اه هنا نحط باوارت شوية صرائة شوية انا قاعدة احط اذا اوكي انا بدأت هاللخمة شوي انا اسف حبت ديرد لافة كذا وكذا نكمل الطريق حيث انه يكون كذا انا ما ودي يخرب على نفسي يكون سريع مرة وطير برة تقريبا لازم نشيل الكارت الحين بحيث ان على طول يقلب وياخذ من هذه الحقة المزارع اتوقع يعني ايو اخذها حلو حاليا ناموا اوكي والله يخرجني قلت شو ينزدع ذا قلت لأيكم مات والله متعة صراحة ان الشغلة متعبة شوي يعني الاول راح بصعوبة صراحة الثاني راح بسهولة جدا بعد ما مهدنا الطريق لهم حاليا نجيب الكارت وسوي نفس الشغلة اللي قبل شوي لا 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 حالو نجيب هنا ونحاول ندف واحد يدخل جوا تكفد روح 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 بس 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 يا طيب روح حين روح 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 ان شاء الله انا مهد طريق زين الناس ان شاء الله لازم يقدف حتى الرقة ذي حالو الان في باور تاعد خلاص فرضنا يلف من نفسه الله 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 شي جميل خربنا جزر الناس فيه بس لازم ما اتش نسوي طيب هذا هو المكان كامل لكن يبغى أن ننمحدى أن يكون سهيدة لين هناك بعد أن نوصل إلى هذا المكان ونخليهم يطحون فيه فنوصل زي كذا وبكذا خلصنا هنا نكسر هذه بلوكة عشان نرجعها بعد شوي ونبدأ ندف هذا الشخص يلا يا فيلجر يا أخي ما عليك يا أخي شلون كذا على طول ألو فوق ذا ساتر الحظ يا ساتر الحظ خربنا هذه بعد ألو خربه بعد أوكي اسمع لك نزرع لك نزرع لك والله في يماك ما زرعت فيها يا ساتر بس كذا خلصنا تقريبا 90% 10% نجيب واحد يكون هنا بالضبط بس حاليا نجي عند الفلجر الأخير كسرنا هذه بلوكات حوطنا هذا المكان اللي بنزويه حاليا لازم أن نجيب الفلجر بحيث أنه يجي هنا ويدخل بالنص بالضبط أنا مددها بلوك عشان بس ما يضيع ويجيب العيد وينزل على بلوكة نفسها يعني لازم إنه ينزليه هنا فهذه الفكرة شفيكم تو كلكم تطقون على الباب أيوه 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 روح روح روحوا لألب داعي لك روح ما تبغى روح غصب ما في عندي هلو هذا وش جابة حلوين حاليا ننزل على هذا بلوكة هلو هلو ما قدتكم تزاوج أنا ما قدتكم تزاوجه والله يا طيب امش لا تزاوج امش أندي صلي عن النبي يا رد صلي عن النبي جاي بكينا بس أنا جاي بكينا هلو يلحظ هلو أنا باقي هنا ممكن حلو حلو نزل 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 حاليا ننشيل كل البلوكات اللي ما نحتاجها ندف هذا الشخص عشان يكون المكان هذا في أربع هبرات فنبدأ بالأول هنا نبدأ بالثاني هنا نحتاج أن ننشيل هذا الشي حلو نبغى ينزل طيب كيف حلو هذي دفع لفوق دفع لفوق دفع لفوق وما يقدر يمشي في المكان اللي في هبرات فلازم أن ندفع هنا لازم دفع نضطر ننشيل هذي حلو أنا مدل أشي تسجزر صراحة لا تقول لي نزلت بعد والله حظي عجاجة يا شفاء حظي عجاجة ممم نحتاج الله لازم نحتاج الماين كارد لازم حلوين حاليا وش سوينا عدل الماين كارد حقتنا يعني أضفنا عليها بس هبر كذا نكون جاهزين بإذن الله يا رب أنه ما نجيب العيد أن هذا قروشني صراحة لما أود هذا يروح المكان الثاني فوالله العظيم تراكم تغبنون أقسم بلا أنكم تغبنون أنا أبغى أدفة الفيرجر كيف أدفة الحين كيف أدفة فرأت أني أخرب المكان بسبة هذا القروي يا أبنى الذينة أنا قاعد أسوي لك شيء خير أنت سوي لي شر سوني أقول أنك تحركت والحين رجع نفس مكانه يغبن والله يغبن أقسم بالله شفيه شفيه كل ذا معصب يعني طير الماين كارد حقتي يا أبنى الذينة يا والله هذه حلو 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 حمد الله حمد الله حمد الله أنا بيتحبني فشوية أتراجع لكم بعد ما أضبط الوضع لأن كل شوية يتحرك وأنا أبغى أحشرة في النص بالضبط يا شباب قربنا نخلص والله يقربنا نخلص قربنا ما يصير شيء الحين وإن إيجاب العيد ولا شيء شفوا حطيت كل شيء أبغى حاليا يعني فيه الحين ثلاثة ماين كارد تحت وإذها برس يعني بتكلفني عيرون مرة كثير لكن والله ما أرجع والله ما أرجع لازم نسوي هبر لازم نسوي هذا الطريقة فنضطر أن نسوي زي كذا وكذا ما يقدر يطلع وهذا يرحمين وهذا يرحمين وهذا يرحمين زي كذا فنضطر أن نسوي كذا ونحط الجزر هنا وبرضو نشيل هذا المكان نحط كذا جزر وبرضو نشيل هذا المكان وهذا موجود فيه الجزر حلو وهذا نزرعه ويكون فيه الجزر كذا خلصنا مشاء الله أنه خلصنا لأن اللي قاعد أشوفه شبخ خلصنا شيل الديرت هذا لأن هذا الديرت شيء مؤقت والله ناوي ذا و أخي إذا ستظيفا يمكنون تويقهم لاsomال يأنت من البدايات سأت sempre وكيف كان مئنت من النص لذلك وما أن служبات البيب أو تتيpt هذه الأمان بسيحة ti deserve for you أتفقدر لاكد ننقل للك اني اجي وادخل هنا بدون ما يجون اي فيلجرس واي شي ثاني فاللي بسويه اني بسوي خشبة واحدة واجي بالكرافتنج واحط ترابدور وادخل واطلع متى ما بغيت فنروح من هذا المكان وشين نسكر هذا المكان في ديرت هنا ترابدور فتنزل كذا حلو وهنا برضو نضيف ترابدور واخر مكان نضيف ترابدور اللي هو هنا فكذا نكون جاهزين والله يفي ترقيعي هنا ومطبيعي لازم ان نشوف شي الوضع هذا كذا وصلنا للتستات بس اننا نبغى التستات اللي تحت لازم نشيل هذه وبكذا ناخذ الاغراض وحطينا ترابدور تفقى انه بيكون افضل طيب خلوه نرقى من هنا افضل عشان نقدر نوزن حلو نقدر نوزن ان الترابدور هذا خليه ننزل تحت حلو كيف نرقى يبغى انه ترابدور ثاني يعني ننزل كذا ونرقى ماذا ما ديش قادة اهبد انا بس غالب انه بيكون كذا الوضع يعني هذي طيبة بارقة ماذا ما قدارك اقول والله نظري انه ما ديش قادة نسوي صدق صدق يعني طولت في الموضوع فلازم انه نرقع زي كذا يعني حتى الكرافتيك ما سويته حطيته فوق حطت رابدور نشيل هذا وكذا نحطت هذا الشي فسوي زي كذا نفكه ونفكه ونطلع ونطلع متى نبغى ندخل ندخل هنا خلاص انا ما ادري هل هي تشتغل ولا ما تشتغل صدق ما ادري تشتغل ولا ما تشتغل فان شاء الله انها تشتغل ان شاء الله يعني لو ما تشتغل كذا يعني تعبنا كلها راحة بان وانثورة حطيت هذا الشي قريب عشان متى ما بغيت ادخل ادخل يعني بيكون الشغل باذن الله انه سري سريع هنا عندنا باقي البيلجر احتاج كمية اكبر صراحة بحيث انه يكون عندنا مكان للقرويين فهذا المكان جاهز لهم حوط وكل شي بغالة تصميمي بغالة هذا الاشياء هذا صراحة بيوفر علي شي كثير من ناهة الجزر فخلونا نقعد هنا الفترة ونشوف كيف الوضع هل هو يعطيني جزر كثير بيختصر لي مرة كثير لاني عندي محل جزر كيرا اني خلي الجزر الكرو كوين الواحدة تجيب لك ستاكين بداية ثلاثة ستاكات لكن تلازم اسوقها هذا الشي فاكرا بوكت فالله يعطي العافية ذياب يوم خذيت خرويين اثنين زوجتهم وهالعدد اللي معي الاحين مرة كويس يعني حاليا كم معنا هنا اربعة خمسة ستة 15 ستاكيس 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 ثمانطائش تقريبا ثمانطائش فلجر هنقض 15 فلجر مرة كويسين فان احتاج هنا في هذا الشي احتاج مرة كثير لاني بحق اخلي واحد للجزر اخلي واحد للاضاءات اخلي واحد للدروع اخلي واحد فهمتوا الفكرة مو بواحد والله يمكن ثلاثة اربعة لاني احتاج مرة كميات الكورس فهذه الآشياء فخلونا نقعد هنا كم يقدرون يطلعون لجزر في نجعنا بعد فترة طويلة صراحة لكن حاليا بنشوف بس كم جمعنا من هذا الشي انا افكت في ذا المكان انا مدليش فاتح هذه افكت هذا المكان مدليش هذا الجزر طالع بس كان في قروي اللي يذكر اني حطيت هنا ترابدور فهذا اللي تزاوج وماده شون تزاوجه وجابه بزر ودخل هنا وطقيت طقه بس مدلي وان راح مات وما مات هنا موبايل اللي شيف خلونا نرقى من فوق ونشوف كيف الوضع من فوق دخل زومبي هنا وبغي يذبح هذا بس حمد الله اني لحقت كان في بلوكة رائقة وكان هذا مفتوء ما امدليش صار الزبدة كان في بلوكة زي كذا قريبة وصار اللي صار بس حمد الله اني لحقت وذبحت الزومبي قوما يذبح البلجر خلونا حين ننزل زي كذا انا حطيت كل الزوايا هذي فيها ترابدور هذا ترابدور يخليك تروح زي ما تبغى وين ما تبغى خلونا نسكر هذه انا مادلش ما سكرت الصراحة تفك التروبجر هذا عادي بتدمج بس هنا عندك الجزر فأفكت صراحة ما ادري كم بالضبط بس خلونا نشوف قرابة الساعة وربع ساعة ونصف شي زي كده يمشي زي الحلاوة والله العظيم شي سطوري ما ملأ شي يعني عبارة كم ستاك نعش وهذا الثلاثة وكيف كان يتحبه والله العظيم شي رهيب جدا توقع لو نوقف عندهم فترة طويلة توقع في وقت الصباح يعني يكون وقت الشغل حقهم وفي الليل يوقفون ما ادري صراحة فجربتني افك في الليل ما حسيت انه قاعد يشتغلون ما ادري ليش فتوقع وقتهم ووقت الصبح بس فقريب ان شاء الله راح نسوي سوق الشعبي حقنا راح يكون ممتد من هنا تقريبا وهذه راح نشوف لحل ونكثر قرويين اللي فيها احتمال ان يمدها زي كذا ونجي بقرويين بعدين نفكهم داخل هذا المكان ونحركهم زي ما نبغى بالماين كارت او بالقارب زي ما نبي اللهم لك الحمد يعني جزر قرافي صراحة يبغى لي بس عبي منه شوي وقد ادي المحل وعبيه من جديد انا امس عبيت المحل فخلونا نروح للمحل شوف هل في احد شراء يعني الشباب ما يقصرون صراحة على طول يقصرون الجزر ما في احد اصلا يسوي الجزر اللي انا فيه منافس جديد اللي هو ريفريكس نشوف نشوف هل خذوا الجزر انا كنت حاطة في النص بس خشوف شيك المحل بعد هذا هذا يساتر ما شاء الله تعني معبيه عيال والله تعني معبيه امس سالفة بدوش شباب خلاص فانا مجهز جز في اشياء كذا حلوة طبعا نشللنا هذي حقة كاكاو وحطينا الكاكاو كامل هنا توقع ان ايوه هذا هو خلونا نشوف كم بلوكة فيه في كل شي موجود حلو ما انا اصفر مرة كثير فناخذ نزيد هذا حبتين وناخذه 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 بنحط هذا زي كذا وهذا الجزر يكون تعبئة المحل متى ما فضينا سوينا تعبئة من جديد اللي ما ادري ما توقع ان سبيدي يوم يسوي المكان حقه اللي رحنا له في حقه راحة اللي هو عبارة عن ثمام بيومات توقع انه خرب رسبون في الشي حقنا لكن ما شهيك صراحة انا ما اعلي بلوكة تكفي فعادي حاليا ماني محتاج اذا احتجت راح اكلم سبيدي خلي سويها من جديد يعطيني كمية كبيرة فوقت يصير فانا حاليا مكتفي تقريبا انا ما دلش اضعت هذه هنا بس شوفوا الكمية والله مرة كثيرة الاخضر acompanhaf اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا الشي بالفورشن ونشوف كم يطلع معنا بعد طاح اثنين ثلاثة أربعة نعشر حبة يعني تقريبا ثلاثة من كل لك والله شي جميل جدا صراحة والله شي جميل نعشر حبة حلو 14 ذاو هنا في السكات حق كرو كون ولازم نخلص البنك فقرب وقت والله لازم شكرا لصاحب الهدية اللي ما ادري أو ما شف حلقة في بداية مسكد ارجع شف يعني كيف جتني هدية هذه هل ما ودي اقول لكم اه سوى هلون الحين نبدأ نسوي الشي اللي نبغى اللي هو البنر الخاص بالمحة الجزر يما اخذ راسات لقابه شوي حين يبيل لكم وش قاعد اسوي وش ابغى اسوي صح انا طبخت هنا اللون الاخضر فلازم ناخذ البنر نحط اللون الاخضر وناخذ من الجهة ليسار هذا الشي زي كذا بعدين نجيب اللون الابيض وناخذ هذا الشي بعدين ناخذ من الجهة اللي تحت تكون فيها ابيض بحيث يكون بهذا الشكل حاليا نبدل ابيض بالبرتقالي وناخذ النجمة اللي في النص او هذه اتوقع بدلنا هذا الشي ونجيب هذه الثنتين كلها ونحط هذا الشي هنا وتوقعني لو اخذ من هذه الجهة والله نيسيت الضبط اتوقع انها هذه توقع انها هذه لانها هذه ما اشطل الجهة اليمينة كاملة اتوقع اتبين لكم الحين الشكل الحين لازم ندور وش الشكل اتوقع انها هو هذا هذا انسب شي للجزر ان هذه اللي قبل شوي كنا مقصوصة من النص غالبا لا ما فيه اي شي زي هذا الشي اللي هنا هذا اقرب شي واطلعت جميلة صراحة والله اطلعت جميلة حول ستة مننا عشان يطلع لنا ستة بلوكات وول برتقالي ونقدر نسوي بانر ونقدر نكرر هذا العملية من جديد حبتين خشب وسوي ستك وسوي الوول ونجيب هذا ونحط دبل هذا الشي والله تصدقون نجيب تريبل والله اي جيب تريبل نحتاج اللون هذا قلنا اخذ اثنين مننا عشان ما نرجع مرة ثانية مثل ما تشوفون والله كمية سترينغ من طبيئية فخلونا ناخذ أربع ستاكات عشان ما نرجع ونرجع مرة ثانية وزي كذا أربع ستاكات جيدة جيدة نوعا ما نجينا نسوي ستاك ونسوينا آخر حبة عشان تكون عندنا بدل ما نروح نسويها مرة ثانية فاهمتوا فهنا نحط البنارات حقتنا نحط واحدة هنا ما ادري ما افكر ان يبيعها صراحة لكن لازم نغير الحلقة الجاية ونحط أشياء جديدة في المحل حقنا حق البنارات طيب هذا نشيلها 3 ستاك 1 كرو كوين والله نود يعدي للسعر بس خنخليه حاليا 3 ستاك 1 كرو كوين خلي زي السعر يعني حاليا معنى المزرعة ومعنى الجولد فار معنى كل شي فالأمور طيبة ان شاء الله اذا ما صار فيه منافس فريفليكس كاد يفكر نخلي 4 ستاكات 1 كرو كوين بس احس انه مستحيل لسويها لانه صعب جدا 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 فخلونا نجيب اللون الاصفر نجيب هذا الشي نحط هذا وبعدين نورح رايكم الون هذا بالاخضر بيهير يعني يمكن نستفيد منه بيهير كذا ونحط الأشياء اللي نبغاها من زمان ما ادري حسيت انه ليت نحط له انه اسود بس الالوان البيضة توضح المكان اكثر صراحة والأرنب يبين انه محل بس انه هذي ودني نحط واحدة صراحة بس فيه جزئين يعني مستحيل نحط واحدة وترك الثانية بيكون شكل غريب شوي فراح سطر تقريبا فبنعب به عما قريب وانشاء الله في الحلقة الجاية راح يكون فيه احتمال يكون في الفايت اللي بيني وبين ذياب حاليا لو نشوف هنا عبادي ضد عادل وهنا فاصلية ضد لافا وهنا ريفريكس ضد ريل اللي فاز في الفايت وهنا ذياب ضدي فباذن الله بنلعب معه نلعب مع ذياب واذا فزنا على ذياب راح نقل هذا بس والله ذياب لعيب صراحة الخايف من هذا الشي انا خايف انه يكون يعني ما يعطينا مجال خصوصا ان الفايت انا ما عارف ضارب الا باشياء قديمة اللي هي وهذا الشكل اذا ايش شايف راسم دوري اذا فكرني غير بلوكات لان اغلبكم ما عجب الشكل بلوكات بس عجبه الشكل هذا الله يخرج بليسك يا شيخ تعال تعال والله العظيم اشغلنا فقعد افكرني غير بلوكات وسبيت حتى قال انه احتمالي غير بلوكات فبدي نشوف بقول لسبيت بعطيه الضوء الاخضر وقول له هو مكانه اصلا بس انه انا سويتها فانا فكرني غير اللون يعني اللون هو افضل شيء تقريبا مع هذا الاشياء بس انه طلع مح كي ايشي مع الساندو هذا الاشياء طلع سيء صراحة ممسيئ اعدي حمثوا الفكرة فلازم اننا نعدل فيه ونسوي فيه ما ادري كيف يكون صراحة اخصوص المكان ومم مكاني والخشب وبنفس الخشب الاستخدماء لو نفس الخشب الاستخدماء كأخليت هنا كل خشب برتغالي وضبطت تضبيط خرافي وعندي تصميم كذا في بالي بيطلع جامد جامد مرة طيب العام يا مشاهد ان شاء الله تصبح بتاعته اعتذر اذا تأخرت في حلقات بس يعني من شغل وفوق كذا النت اقسم بالله هذه الدرجة ما تتصورون هذه الفترة يعني كم لي حوالي عشرة اياما نزلت مقطع لها فوق السنة وسنتين ما سويت هالشي لكن باذن الله من قالها الله زان النت تبشروا من مقاطع ما انكروا وغيرها تاكم العافية نشوفكم الاخير في الزوم بناشيب لنا السلام